اهلا احبائنا مشاهدينا ما هو الغرض من التجسد حقا احنا على ارض مقدسة نحتاج كل الابدية حتى ندرك هذا العمق وهذا السر الالهي اللي اعلن لنا من خلال يسوع المسيح وصراحة اشعر بعجز ان اتكلم عن اهداف واسباب التجسد في يوم من الايام في الابدية رح ندرك امور ابعد واعمق من عقولنا المحدودة ان ندرك لماذا يتجسد الله في صورة انسان كامل وهذا فعلا يحتاج الى روح الله ان يعلن في داخلنا عن هذه الامور العظيمة العظيمة جدا ندركها مش بالجسد لكن بالروح فإذا احبائي التجسد برهن على صدق موعيد الله من النبوات الكثيرة التي تنبأت عن مجيئه فالتجسد هو سر خلاصنا جاء ليخلصنا من الخطي ولقد حمل خطيانا في جسده تجسد المسيح ليخلق عهد جديد بين الله والناس وليكون هو وسيط عهد جديد جاء ليكون هو الباب والطريق الى السماء و الى الاب و الى الحياة الابدية جاء ليحررن من سلطان الموت ويبطل فاعليته جاء ليعطينا حياة افضل جاء يسوع ليشهد للحق لانه هو الحق جاء يسوع لكي يكون لنا اخا نحن البشر جاء لكي يكون ممكنا ان يطيع وان يتألم بطبيعتنا نيابة عنا ويرثي لضعفاتنا لقد جاء يسوع من ذرية حسب الجسد جاء مولود من امرأة جاء ليتمم المصالحة بدم صليبه جاء المسيح ليكون شفيعنا جاء لننال التبني اي نصبح اولاد لله عن طريق قبولنا ليسوع المسيح اي يعطينا حق البنوية جاء المسيح ليعطينا ضمان الحياة الابدية وقبول عطية الروح القدس ان الغرض من التجسد هو سكن الله مع الانسان جاء المسيح ايضا ليفتدينا من لعنة النموس ومن عواقب ونتائج الخطي لقد فعل هذا مرة واحدة اذ قدم نفسه كفارة وذبيحة لأجلنا وبذل نفسه موسيقى